هذا المشروع هو مشروع استراتيجي بالنسبة لسوناتراك لأنه نبحث من أجل الرفع قدرات الإنتاج وكذلك الاحتياطات خاصة الاحتياطات حقل حسيم سعود المعروف كأكبر حقل من الحقول العالمية الرفع من قدرات الاسترجاع هذا يعطينا أهمية كبيرة للرفع من الاحتياطات وكذلك الرفع من قدرة الإنتاج هذه الزيارة التفقدية هي لمتابعة المشاريع هذا المشروع المسح الزلزالي عالي الكثافة عالي الدقة رح يعطينا صورة دقيقة على المكامن الجيولوجية لحسيم سعود وهذا من أجل معرفة دقيقة لهذا المكامن وكذلك توجيه جهود الاستثمار وكذلك جهود الإنتاج من أجل الرفع الاحتياطات ورفع الإنتاج التحديات اللي يعرفها هذا المشروع أنه في منطقة حسيم سعود الكبيرة سوف يغطي تقريب مساحة 500 ألف تقريب متر مكعب 5000 كيلومتر مربع من المساحة وكذلك وجود منشآت صناعية سكنات وكذلك أبار وأنابيب حوالي أكثر من 10 ألف كيلومتر خطي من الأنابيب من بختلف السعة وكذلك تقريب الفين بيئة الموجود كل هذا يشكل تحدي من أجل عملية هذه المسح وكذلك هذه العملية تستعمل فيها آخر التكنولوجيات الحديثة للمسح الزلزالي وهي كذلك تكنولوجيات رقمية تسمح معرفة أكثر ودقيقة بهذه المعطيات